أم محمد من السعودية نحن على صواب أم خطأ أختي أم محمد من السعودية بارك الله فيك أنت وزوجك على صواب أنت وزوجك على صواب وواضح بأن ابنك قدم عاطفته على عقله فالزواج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في واقع الأمر لا يحقق المقصد الذي يريده الزوج لاستمرارية وديمومة الحياة فهو يعني تواصل مع فتاة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق إرسال الصور وأعجب بها ويعتقد بأنها تصلح أن تكون ربة بيت أو أم لأولاده ويكتشف بعد ذلك أنها على خلاف ذلك وطبعا أن أقول هذا الكلام من تجربة وواقع من خلال شكاوى كثير من الشباب وكثير من الفتيات أيضا حتى في المقابل وفشل الزواج بسبب أن هذا يعني في غير معهود الناس وفي غير عرف الناس ولذلك أنتم على صواب وأصر على هذا الأمر وقول لابنكما لماذا قدمت مسألة رفض الناس يعني لماذا افترض هذا أن الناس سيرفضونه قد يوفقه الله عز وجل لأسرة ترضى يتبحث عن صاحب الدين والأخلاق ما يهمها الراتب ما يهمها الراتب ما يهمها المستوى المعيش أهم شيء تحصل لابنتها شاب يخاف الله يتق الله من أهل الصلاة من أهل الأخلاق الطيبة فقلي له يعني دعنا نسعى والناس يطرقون الأبواب المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة واللي قدره الله عز وجل بيجي فأنتم على الصواب يا أخت الفاضلة وهذا النوع من الزواج في الغالب أنه يفشل بالتجربة هذا والواقع في الغالب أنه يفشل لأنه غير قائم على مبادئ وأسس هي شافة في وسيلة من وسائل التواصل تعرف عليها من خلال هذه الوسيلة هي أيضا وهذه رسالة لبناتي أيضا هذا ليس هو الطريق الصحيح للاقترام بشاب أنت ما تدرين هذا الشاب ماذا وراءه قد يقول كلام معسول وكذا لكن يعني مثل ما يقول ملف أسود مثل ما ملف أسود أنت لا تغترين بالشكل وبالمظهر لا أهم شيء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه و خلقه و خلقه إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه مع أن الأخلاق من الدين لماذا نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يشهد الناس بأن هذا صاحب خلق قد يكون شخص مصلي لكن ما عنده أخلاق فلابد من هذا الأمر كذلك الشباب ما ينبغي أنهم يسعون إلى الإقترام بمثل هذه الطريقة أما إذا كانت قريبة له أو من أصدقاء و غالده في مدينة أخرى ممكن تذهبون إليهم أنتم و تخطبونها لابنكم أسأل الله تعالى أن يختار له الأصلح والأحسن